طيب نروح لخبر وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء أعلنت 2 مليار جنيه و800 مليون جنيه مصري لتطوير الشبكة بالأقصر وأسوان وقنى وسهاج بتسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام وتطوير الخدمة المقدمة لإهالي الصعيد من خلال خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع للقضاء تماما على مشاكل انقطاعات النتجة عن انخفاض الجهد ببعض محافظات السعيد كشف قال مهندس رقفة شامع رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ان في متابعة يومية بتحصل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتنفيذ خطة تطوير مركز التحكم وشبكات التوزيع بالشركة وكشف ان نطاق عمل الشركة بيمتد بمحافظات سوهاج وإنا ولقصر وأسوان طيب اشتركوا في القناة